إلى الرياض يصل محافظ شبوى محمد صالح بن عديو بعد أيام قلائلة من استدعاء محافظ عدن أحمد حامد لملس من قبل أبو ظبي غادر أو استدعي لملس بعد مقابلة تلفزيونية وصفت تصريحاته فيها بالإيجابية وعد من خلالها بإخلاء العاصمة المؤقتة عدن من المسلحين فيما جاء استدعاء محافظ شبوى بعد افتتاحه ميناء قانا النفطي التجاري الخطوة التي اعتبرت مهمة في طريق تحرير المحافظة من قفضة الإمارات التي تتحكم بالموانئ اليمنية خطوة أثارت حفيظة أبو ظبي وأدواتها في المجلس الانتقالي وفيما تستمر ميليشيا الانتقال التابعة للإمارات بمنع محافظ سقطرة من العودة للجزيرة منذ انقلابها عليه قبل سبعة أشهر تركت السعودية الجزيرة لأبو ظبي تتصرف بها ولم يتم احتواؤها في اتفاق الرياض وما يؤكد عدم رضى الإمارات على اتفاق الرياض بشيقيه الأمني والعسكري البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي التابع لأبو ظبي مؤخرا والذي أكد عزمه منع تنفيذ قرارات الرئيس هادي الأخيرة على الأرض وأيا كانت الأسباب التي أدت إلى استدعاء المحافظين والصراع الخفي للدولتين يبقى تحالف السعودية والإمارات المتحكم في القرار والمشهد اليمني يتحرك بعيدا عن الأهداف التي جاء من أجلها إلى اليمن وهي استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب ترجمة نانسي قنقر